السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض مع بعض ازاي نفعل خاصية خفية وسرية في متصفح ميكروسوفت ايج ومتصفح جوجل كروم لتسريع سرعة تحميل الملفات بتلات اضعاف السرعة الطبيعية لو حضرتك حابب تعرف عن فعل الخاصية سرية ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله حابب ان انا اتكلم عن الخاصية الخفية اللي تم تزويد المتصفحات بيها خصوصا متصفح جوجل كروم ومتصفح ميكروسوفت ايج هي بريل داولودنج او عملية التنزيل المتوازي المتصفحات بتوفر الموضوع ده هوت خصوصا لما تكون بتحمل ملف كبير فيقوم بتقسيم الملف الكبير لاجزاء صغيرة ويفتح لكل جزء من هذه الاجزاء خادم للتحميل فبيقدي ذلك الى ان انت بتحمل بسرعة سبتة اا مش بتقل هي سرعة سبتة بصفة مستمرة هنعمل دا مع بعض ازاي دا اللي احنا نتعلمه في الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنطبق الموضوع ده على اتنين من المتصفحات المشهورية. المتصفح الاولاني اللي هو والمتصفح التاني اللي هو جوجل كوروم ودوله اكتر متصفحات موجودة على اجهزة الكمبيوتر. كل اللي انت هتعمله هتفتح المتصفح بتاعت. طبعا انا هبدأ بمتصفت اتش. تمام? وهتنتظر لحديث ما المتصفح بتاعت يفتح معك. وبعد كده هتاخد الكلمات اللي انا ان شاء الله هتركها ليك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. طبعا انا هاخد اللي هي آآ آآ فلاك. تمام? ان شاء الله هتركها ليك في قلب صندوق الوصف. تمام? وتيجي في خانة البحس اللي موجودة فوق ديت. تمسح الكلام. وبعد كده تضع الكلام اللي انا ان شاء الله هتركولك. اللي هي اج فلاك. تضغط على انتر. تمام كده? هيفتح معك المتصفح بالصورة ديت. هنبدأ ناخد الكلمة التانية. اللي هي ابريل داولودنج. تمام? هاخدها آآ نسخ. تمام? ونيجي في خانة البحس اللي فوق ديت. نضعها. ونضغط. تمام? هيفتح معك على طول اللي هو ابريل داولودنج. هتلاقي هو معمول قدامه ديفولت. هتبدأ تضغط على ديفولت. وتاخد انيبل. هيبدأ يقول لك اعمل اعادة تشغيل للمتصفح. هتبدأ تعمل اعادة تشغيل للمتصفح. هيقفل المتصفح. ويبدأ يفتح معك. بس بعد ما انت قمت بتفعيل هذه الخاصية. زي ما حدراك شايف كده ابريل داولودنج. اصبحت انيبل. تمام? هنبدأ نطبق على متصفح جوجل كروم نفس الخطوات. بس مع اختلاف الكلمة. هبدأ افتح اللي هو متصفح جوجل كروم. تمام? كده هوت. هبدأ ااخد بقى اللي هي كروم في لاج. ان شاء الله هترك لك الكلمة دي زي ما قلت لحضرتك في قلبي صندوق الوصف الخاص بالفيديو. نيجي برضو في خانة البحس اللي فوق ديت. نضع آآ لاصق. نضغط على انتر من لوحة المفاتيح. تمام? هيفتح معايا بالصورة ديت. هاجي فوق. هبدأ اعمل عملية آآ نسخ الكلمة داولودنج. تمام كده? اللي هو آآ التنزيل او التحميل المتوازي. اخدو نسخ. خطاها هنا. اضغط لصق. هتلاقي على طور آآ فتح لي خاصية اللي هو آآ بريل داولودنج او التنزيل او التحميل المتوازي. هتلاقي معمول ديفولت. هتاخدو نفس الكلام هتبدأ تعمل عادة تشغيل للمتصفح. هتلاقي المتصفح قفل معك. وفتح مرة تانية بعد تفعيل هذه الخاصية. زي ما حدرك شايف كده. الخاصية اللي هي بتاع بريل داولودنج او التنزيل المتوازي للملفات. اصبح عندك. قبل ما نفتم الفيديو بتاعنا النهاردة. لازم حضرتك عشان الخاصية دي تكون متوفرة على المتصفح بتاعك. سواء كان متصفح ميكروسوفت ايدش او متصفح جوجل كروم. لازم يكون عندك احدث نسخة موجودة في المتصفح. طيب هتعمل ده ازاي كل اللي انت هتعمله. هتقف على التلات نقط اللي فوق دولة. وتروح رايح على اللي هو آآ مساعدة. ومن المساعدة هتروح حول آآ بوجل كروم. وهتبدأ تعمل عملية تحديث للمتصفح الخاص بك. لو كان مش متحدث هتسيبه لما يبدأ يعمل عملية تحديث. زي ما حرك شايف كده هو انا اصلا كانت الخاصية متوفرة عندي. من قبل ما حدثه. بس لو حضرتك لو لقيت الخاصية دي مش متوفرة. يبقى انت كل اللي مطلوب منك تعمل تحديث للمتصفح الخاص بك. طيب برضو نفس الكلام متصفح ايدش. لازم حضرتك آآ تحدثه لاحدث نسخة عشان الخاصية دي تبقى موجودة. نفس الكلام برضو هتضغط على التلات نقط. تمام? وتبدأ تنزل تحت الحديث ما تجيب اللي هي العدادات. وحوالين اللي هو حول ميكروسوفت ايدش. تمام كده هتنتظر لما يفتح معك. وتتأكد ان هو آآ الاصدار ده احدث اصدار. زي ما حرك شايف كده عندي معمول ميكروسوفت ايدش محدث. دي نقطة مهمة جدا عشان ممكن لو كان الاصدار بتاع جوجل كروم اللي موجود عندك او ميكروسوفت ايدش مش متحدث لاحدث اصدار. ممكن ما تلاقيش الخاصية دي موجودة. فانا حبيت ان انا نوه لهزا الموضوع قبل ما اختم الفيديو بتاعي. لو حابب بقى ان انا نتأكد من سرعة آآ الملفات وتحميلها بعد تفعيل هذه الخاصية ندخل على طول على موقع ميكروسوفت عشان ينزل آآ نسخة ويندوز حد عشر. ونشوف لما تنزل وهو ملف كبير هيبقى ايه السرعة اللي موجودة عندي. هو هنا بيقولي حدد للتنزيل. تمام كده هنتزل لحديد ما تظهر النسخة اللي هي بتاع ويندوز حد عشر هنبدأ نضغط عليها. هيبدأ يقولي آآ اعمل عملية تنزيل. تمام? لحظات بسيطة. هو هنا بيقولي اختار اللغة اللي انت حابب تنزل بيها اللستوانة بتاع ويندوز. هبدأ اختار اللغة العربية. هبدأ اضغط على تأكيد. هو هنا بيقولي اضغط بقى على التحميل. فهضغط على ووري لحضرتك بقى سرعة تحميل الملف. زي ما حدرك شايف كده السرعة بتاع تحميل الملف. آآ حوالي تلاتة ميجا. يعني دخل على اربعة ميجا يعني اربعة ميجا وتلاتة يعني زي ما حدرك شايف كده بتبقى تلاتة واربعة او فوقات بتوصل للاربعة. كل ده بفضل تفعيل هذه الخاصية. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.